بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطالبات الصف الأول التجاري والفندقي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية طبعا في الحلقة الماضية متذكرين أن احنا تناولنا إشعارات التسوية يعرفنا أن إشعارات التسوية نوعين من الإشعارات الإشعارات المدينة والإشعارات الدائنة اللي هما الديبت نوت والكريدت نوت طبعا كنا تكلمنا عن الحالات الأساسية لإرسال كل إشعار وإن كان فيه بعض الطلبة من تعليقاتهم على القناة التعليمية على صفحة قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب كان فيه بعض الاستفسارات كان لسه برضو مش قادرين نميز ما بين الإشعار المدين والإشعار الدائنة هنرجع في بداية الحلقة على الإشعارات وهنشوف الموضل أو اللي يود بتاع الديبت نوت والكريدت نوت هنبدأ نتناولهم تاني الإشعارات التسوية سؤال مهم جدا في الامتحان ما ينفعش إن إحنا يبقى فيه عندنا أي مشكلة فيه طبعا إحنا اتفقنا بأمر الله إن إحنا عندنا الامتحان بيتكون من ثلاث نقاط أول جزء طبعا في الجزء العملي يعني إحنا عندنا أجزاء نظرية هنتناولها فيه النمازج الامتحانات اللي هنبدأ نحلها معاكم بأمر الله في الفترة القادمة بأمر الله يجيلي بخلاف الجزء النظري يجيلي ثلاث حاجات أجزاء عملية في الامتحان بيجيلي رسالة من الثلاث رسائل أنا عندي الانكوياري عندي الكوتيشن عندي الأوردر ثلاث رسائل وعندي كمان الانفويس بأمر الله بأي شكل من الأشكال اللي تناولناها فيه الحلقات السابقة وعمدنا ديبت نوت أو كريدت نوت بيجيلي إشعار واحد فقط منهم وطبعا ساعات ما بيحدد ليش نوع الإشعار ساعات بيقول لنا عايز الإشعار المناسب زى ستابل نوت الإشعار المناسب يبقى أنا لازم أكون عارف الاختلاف ما بين الإشعار المدين والإشعار الدائن علشان فيه كلمات دلة على الإشعار المدين وكلمات دلة على الإشعار الدائن هنتناولهم تاني بالتفصيل النهاردة طبعا ده بناء على رغباتكم وبالتالي عايزين نعدل حلقة بتاعتنا بأمر الله بدون اي مشاكل وعايزين نخرج من الحلقة قادرين نميز بشكل اساسي ما بين الديبت نوت والكريدت نوت كان عندي الديبت نوت الاشعار المدين كان طبعا سنت باي سيلر تو بير وكان الاشعار الدقن او الكريدت نوت برضو كان سنت باي سيلر تو بير يبقى كده كده اتفقنا ان الاشعارات بالكامل بيرسلها سيلر تو بير يبقى الاشعار سواء الاشعار المدين او الاشعار الدقن سنت باي سيلر تو بير لكن الاسباب هي اللي بتختلف المدين لحالات ريزونز اف سندنج ديبت نوت والدقن كمان ريزونز اف سندنج كريدت نوت كان فيه تمارين خدناها كهومورك المرة اللي فاتت كان نوع من انواع التدريب بيننا وبين نفسينا كده لغاية ما نشوف الحل النموذجي للتمارين اللي خدناه في الحلقة السابقة كان فيه تمارين عدناها وقلنا ان دي هومورك هنحلهم النهاردة مع بعض عشان نتأكد اللي حلهم يعرف هو حلهم صح او لو فيه اي ملحوظة يبدأ يبص عليها تاني وان شاء الله نصحح اي اخطاء موجودة عندكم في اي حاجة وكالعادة والنصيحة ان لو فيه اي تعليق على اي جزئية في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية الفيديو الخاص بيها على قناة مصر للتعليم الفني هننزل تحت الفيديو وهنعمل التعليق بتاعنا ان احنا بنستفسر عن اي جزئية هنسأل عنها وبأمر الله لو معرفناش نرد عليها في نفس الكومنت هنبدأ نرد عليها في الحلقة القادمة على طول للوقت اللي احنا هنكتب فيه التعليق بتاعنا تمام نبدأ نبص على الديبت نوت كبداية تاني نراجع الديبت نوت الديبت نوت نرجعه بسرعة التعريفات يا شباب علشان التعريفات مهمة والاسباب اللي هنبعت بسببها الديبت نوت الديبت نوت الديفنيشن كان it is a note to correct decrease error وقلنا كلمة decrease error يعني خطأ بالنقص خطأ تم عنه نتيجة المطالبة بمبلغ اقل من المبلغ الحقيقي on the invoice sent by the seller to the buyer دي كالعادة معلومة مهمة للديبت نوت sent by seller to buyer الجزء المهم جدا بقى ان احنا نعرف the main reasons of sending the debit note ايه هي الاسباب الاساسية اللي بتخليني ابعث اشعار مدين الحاجات الاساسية اللي بتخليني ابعث اشعار مدين اول حاجة and under charge تاني حاجة and under value وقلنا ان ال under charge مشكلتها في price في السعر النفسه هو الا اقل من المبلغ او السعر اللي تمت الموافقة عليه لكن ال under value بيتكلم عن total calculated total المبلغ الاجمالي اللي انا حسبته فعلا lower than the total actual اقل من المبلغ الاجمالي الحقيقي الفعلي يبقى اول سببين تاني تاني بنعيد على الكلام علشان بعد كده ما يبقاش عندنا اي مشكلة في النوتس بتاعتنا الديبت نوت ما له الديبت نوت او الحاجة and under charge وan under value نخلي بالنا من الكلمات الدالة على النوتس الحاجة التالتة اللي هي الان omission omission اللي هو السهو او الحزف ده طبعا goods sent and not recorded وكلمنا عن الجزئية دي بالتفصيل في الحلقة السابقة goods sent بضاعة تم ارسالها and not recorded نخلي بالنا sent not recorded يبقى debit note انا بوضح تاني تاني لاعزاء الطلبة والطالبات نتكلم تاني عن ال omission لان فيه omission في الكريدت نوت وفيه omission في الكريدت نوت الommission الخاص بالديبت نوت goods sent and not recorded بضاعة تم ارسالها ولم يتم اثبتها او تسجيلها بالفاتورة الحاجة التانية اللي ممكن يبقى فيها سهوة في الاشعار المدين من اسباب ارسال الاشعار المدين هي نخلي بالنا برضو من كلمة not recorded تاني not recorded يبقى بالنسبة للجودز بتبقى sent and not recorded بالنسبة للأكسبانسز او المصرفات بتبقى not recorded يعني بضاعة تم ارسالها وانفاق مصاريف عليها وانا نسيت اسجل جزء او كل المصرفات ممكن اكون نسيت اسجل جزء من المصرفات مصرف من الاثنين الخاصين بالexworks او التسليم مخازن البائع لكن ممكن انسى النوع واحد من الاكسبانسز سواء الكارج او البورتريج وممكن انسى اسجل المصرفات بالكامل في الحالتين ده اممشن بيستدعي ارسال ديبت نوت كده عرفنا الاسباب الرئيسية لارسال ديبت نوت ايه هما تاني نتذكرهم قبل ما نشوف الليي اوت عندي تلت اسباب السبب الاولاني والتاني والتالت بعرف الاممشن هنا من كلمة sent وكلمة not recorded كلام غاية في الاهمية نبص على ديبت نوت لي اوت احنا كنا حلينا بعد التمارين في الحلقة السابقة لكن ده طبعا مثال توجيح لللي اوت اللي حضرتك هتمشي عليه في حالة طلب الديبت نوت بنبدأ بالسندر السندر اللي هو بداية بحط اسم البائع طبعا بياناته كاملة اسمه وعنوانه بالمحافظة الخاصة به بعد كده بحط التاليفون بحط فاكس لو في ايميل كمان بيبقى موجود عندي ضمن البيانات نخش بعد كده على الديت كالعادة البيانات بعدها الديت ادي الديت يا شباب ده الديت بتاعنا نيجي بعد كده للديبت نوت نمبر نفتكر الابريفيشن الخاص بالديبت نوت دي ان طبعا دبيت نوت دي ان تمام كده الديبت نوت اللي هو الاشعار المدين ده رقم الاشعار لو جالي الاشعار مرسوم جاهز في الورقة ورقة الامتحام بتاعي ممكن يبقى الديبت نوت رقم ومكتوب ولو مش مكتوب رقم الديبت نوت بنلاقي موجود في التاريخ في نهاية التمرين بنلاقي الديبت نوت نمبر كام وبنلاقي الديت كمان طبعا في نفس العملية بعد كده بنبص على الادرس اس داتا طبعا ده الشخص المرسل اليه المرسل اليه هنا هو البياناته كاملة لا يا مستر بايرز نيم والادرس والتاون فقط دول البيانات الخاصة بديبت نوت سواء للسلر او لبيان بيجي لي جدول في التمرين مكون من خانتين خانة الديسكريبشن وخانة الاماونت طبعا بستبدل خانة الاماونت بخانة التوتال التوتال اللي هو الاجمالي واجه الكلام اللي انا اول لما بشوفه في التمرين بعرف انه طالب مني ديبت نوت ايه هو الكلام؟ under charge under value and on mission دول التلات اسباب اللي بيستدعو ارسال اشعار مدين او ديبت نوت انا لي دي طبعا اني بفقط المبلغ بكتبه بالحروف المبلغ الخاص بالاشعار المدين يبقى ده كده الشكل اللي حضرتك هتتبعه وانت اه شغال في الاشعار المدين هتعمل الديبت نوت بالشكل اللي مطلوب او الشكل اللي موجود قدامي على الشاشة الاكزامبل خدناه الحلقة اللي فاتت كله يراجع معايا بتكلم عن الطلبة الممتازين اللي حلوا التمرين اللي خدناه في الهومورك طبعا احنا كنا واخدين تمرين في الهومورك الحلقة اللي فاتت دايما بحط لكم تمرين من ضمن التمرين اللي انا بحضرها قبل الحلقة بحط تمرين للطالب ليه بحط تمرين للطالب علشان حضرتك بتتعامل مع جزء عمل في السكرتاريا البراكتس في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية عشان نتعامل مع الجزء العملي لازم حل بايدي ما ينفعش ان انا ابص فقط او افهم فقط بعيني لا طبعا الممارسة العملية للمادة اهم من الجزء ان انا اشاهدها فقط كده كانها مادة نظرية لا طبعا لازم الاجزاء العملية اطمرن عليها بايدي اجيب ورق او قلم شوف المستر بيحل التمرين ازاي عند الكتاب المدرسي كمان هيبقى دليل معايا في بعض الاحيان مع الحلقات بتاعتنا مع المستر بتاعي اللي بيشرحلي في المدرسة اذا انا بحاول استوفي المعلومة من اكتر من مكان وطبعا بامر الله هنوصل للمعلومة المزبوطة السليمة بنسبة مليون في المية بامر الله نبص على التمرين اللي احنا اخدناه في الهومورك ونشوف الشباب الممتازين بتاعنا وصلوا لايه طبعا السيلر كان كايرو كومبيوتر كامباني العنوان تن الشهيد ستريت كايرو مجيني تاليفون مجيني فاكس سكرينشوت يا شباب كالعادة زي ما تعودنا سكرينشوت للتمرين عشان ما نقعدش نقلب او نحطار او ننسى البيانات بتاعت التمرين نبص على البيار البيار علي هلمي لانوان تن سابري ستريت جيزة بيانات البيار هنا يا شباب بدون جدوى ليه مدهال يا مستر حضرتك مدهالك عشان حضرتك لو مركز معايا كويس هتحطي لي بالنسبة للبيار في الدوكيومنت بتاعي في المستند اللي هو الديبت نوت هنلاقي التلفون والنمبر التلفون نمبر والفاكس نمبر مش موجودين طب انا حطتهم في التمرين ليه عشان تركك كده صغيرة كده لحضرتك عشان لو حطتهم لي اعرف ان انت مش مركز في البيانات اللي انا بقولها لك والمعلومات اللي بتيجي في الحلقة بتاعتنا حضرتك ما خدتش بالك ان انا قلت ان المرسل اليه الادرستيز دادا الدادا طبعا من ساعة تما كنا بنتعامل مع ذسايل مرورا بالفاتورة ومرورا بالاشعارات التسوية سواء مدينة او دائنة عارفين ان مفيش اي بيانات بتتحطي للمرسل اليه البيانات فقط للراسل اتمنى ان المعلومات شباب بتوعنا الممتازين والبنات بتوعنا الممتازات يخلوا بالهم من الموضوع ده هنا بيقول لي السيلار كان بيعمل تشك للإنفايس الخاصة به اكتشف ايه بقى يا شباب اكتشف اكتشف خطأ بالنقص في البرايس بالنسبة للفاتورة اللي ارسلت اكتشف اكتشف ان في مشكلة خاصة بنقص في قيمة الاسعار المثبتة بالفاتورة بكامل نقص ده يا مستر النقص الامونت بتاعي 800 النقص بتاعي بمبلغ 800 جنيه المطلوب ذا ديبت نوت مستر ما هو قال لي انا عايز ديبت نوت ايوة يا استاذ في تمرين تاني اقولك ذا ساتابل نوت ايوة لك انا عايز الاشعار المناسب حضرتك لازم تبقى عارف ان كلمة under charge under charge ازا دا ديبت نوت نمبر 66 ادي رقم الاشعار date January 5th 2021 كالعادة نخلي بالنا ان التاريخ الخاص بالفطورة اللي كان فيها خطأ واللي موجود في خانة description اقل من التاريخ الخاص بارسال الاشعار اللي موجود في required او المطلوب ودي معلومات مهمة نخلي بالنا منها جدا نخلي بالنا من المعلومات لان كان في طلبة فاسناء تدريسي لديبت نوت والكريدت نوت في الفصل اللي انا بديله المادة في المدرسة سألني يا مستر ازاي في تاريخين قلنا ان في فطورة فيها خطأ تم تصححها باشعار والتاريخ بتاع الفطورة سابق لتاريخ الاشعار يبقى انا تمت عملية خاطئة في الفطورة اللي انا ارسلتها يوم 2 يناير لكن تم تصححها باشعار مدين تم ارساله يوم 5 يناير وده ترتيب منطقي للتواريخ للناس اللي بتركز كويس والطلبة الممتازين اللي بيتابعونا دلوقتي نبص على الديبت نوت ذا ديبت نوت هنبدأ بايه حد يفكرني هنبدأ بي السلارز داتا بيانات البائع هنبدأ يا شباب ببيانات البائع مين هو البائع والله يا مستر لما نرجع للتمرين هنلاقي البائع كايرو كومبيوتر كامباني والعنوان هنلاقي تن الشهيد ستريت كايرو دي بيانات السلار كم مديني كمان تاليفون كم مديني فاكس ودول مسبتين في بيانات التمرين ودول يا دوبك هنقلهم من التمرين فقط بخش بعد كده على الديت الديت التاريخ جنيوري فاث تونتي تونتي وان مستر هنحط أنهي تاريخ هنا هنحط تاريخ الاشعار اللي موجود في الريكوارد في آخر التمرين بتاعي يبقى الديت جنيوري فاث تونتي تونتي وان بعد كده هنحط الديت نوت نمبر كالعادة قلنا لو راسم شكل المستند بتاعي هلاقيه ممكن يكون كاتب لي رقم الديت نوت لكن لو مش مرسوم الاشعار بتاعي وده أنا أتمنى أنه نتعود نرسم المستند من نفسنا مش عايزين نعتمد على أنه يبقى فيه حاجة مرسومة وأنا هبدأ أنه أنا أكملها طب ليه مستر علشان يبقى بياناتي ومعلوماتي وأنا بحل التمرين أنا مركز فيها بنسبة 100% بحيث أنه أي حاجة تحصل لي أو ظرف يحصل لي داخل الامتحان ولو حصل أني لقيت المستند مش مرسوم أقدر أرسمه بنفسي مش أعطل واسيب التمرين ما أقدرش أحله لا طبعا إحنا بنأمن نفسنا يا شباب علشان أي ظرف يحصل لي وأنا قاعد بحل امتحان مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية أبقى أنا جاهز ليه تماما وما عنديش أي مشكلة حتى لو ما فيش بيانات خالص ما فيش مرسوم عندي داخل الوراء أو بالتالي أقدر أرسمه من نفسي لإني متعود عليه أن أنا أجيب البيانات بالكامل من التمرين وأعتقد أن دي حاجة بسيطة مش هتسبب لي أي إرهاق أو أي تعب نبص بعد كده على البيارز داتا البيارز داتا نيم طبعا بايرز نيم علي هلمي كمان الادرس تن صبري ستريت جيزة فين البيانات فين التاليفون فين الفاكس لا 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 يا أستاذ ما فيش لا تاليفون ولا فاكس للأدرسي الشخص المدسل إليه ملهوش بيانات ليه اسم وعنوان فقط ما فيش لا تاليفون ولا فاكس حتى لو كان موجود في التمرين نبص بعد كده على سكريبشن سكريبشن اللي كان في التمرين المبلغ هنقفل كده الخانة وهنزل نفس ظقم تاني ليه نزلت نفسه ظقم لأن ما عنديش أي أخطاء باستثناء الخطأ ده لو في مبلغ تاني اكتشفته في مشكلة تستدعي إرسال إشعار مدين هزبته هنا أنا بكلمك في الواقع اللي بيحصل داخل المنشآت التجارية يعني أنا اكتشفت خطأ بثمنمية وخطأ مثلا بمثلا بميتين بحطهم هنا الاتنين ثمنمية ومثلا بجمعهم بجيني الألف أو الوان ثاوسند ايجيبشن باوند لكن دايما هيجي للتمرين في رقم واحد فقط هو اللي فيه مشكلة بتستدعي إرسال الإشعار هنزل نفس المبلغ وكلمة اللي بنفقط بيها المبلغ بتاعنا املي ايت هندرد ايجيبشن ده بالنسبة للإشعار المدين قبل ما نستدرج ونبص على باقي الحلقات أو التمرين بتاعتنا فيه جزئية عايزين ننوه ليها ايه هي الجزئية اللي عايزين ننوه ليها ان الإشعار المدين ممكن تاني ما يجي ليش بكلمة دي بتنوت ممكن في المطلوب ما يقول ليش ممكن يقول لي وساعتها لازم أكون عارف التلت أسباب اللي بتخليني أرسل إشعار مدين نرجعهم للمرة التلتة أو الرابعة ومشا نملي منهم ومشا نزق خالص إن احنا نعدهم تاني عشان ما نطلغبطش فيهم لما يقول لي في التمرين كلمة under charge كلمة under value كلمة والأمممشن كحالة خاصة يعني خلي بالي منه لأن فيه اتنين اممشن الامممشن الخاص بالدي بتنوت بيبقى بيبقى خلي بالك نوت ريكوردد نوت ريكوردد لم يتم تسجيله سانت إذا كانت بضاعة لم يتم تسجيلها نوت ريكوردد فقط إذا كان من ضمن المصروفات الاكزامبل التاني لديك البيانات الآتية سلر ده البائع مجيني البستان كومبيوتر كامباني عنوانه 107 طلعت هرب ستريت كايرو ده عنوان السلر تليفون اند فاكس دي رقم التليفون ورقم الفاكس الخاصين بالسلر نيجي للباير الباير اللي هو المشتري أول حاجة هتجيلي اسم المشتري تكنيكل كامباني 88 هرية رود كايرو خلي بالك من كلمة رود رود زي الستريت وزي السكوار ان احنا ما تكلمنا قبل كده عن الستريت والسكوار قلنا دول بيميزوا العنوان في كلمة تالتة اهيه مش شائعة لكن موجودة وانضفها للقاموس بتاعنا رود يعني طريق طريق الحذية وبالتالي ده يبقى برضو دليل على العنوان زي كلمة زي كلمة ستريت وزي كلمة سكوار تمام تليفون قبل ما حول الصفحة خد الاسكرينشورت بتاعك قبل ما نكمل بعد كده بيقول لي المشكلة اللي ظهرت ايه هي المشكلة اللي ظهرت كالعادة البائع وهو بيراجع الفواتير بتاعته اكتشف ايه اكتشف في الديسكريبشن اماشن اماشن يعني حذف او سهوة نسي يعني نسي يثبت حاجة خلي بالك كده نسي ايه مستر جودز سنت and not recorded بضاعة تم ارسلها ولم يتم اثبتها بالفطورة انا انفايس نمبر 501 ديتي ديسمبر 29 2020 يبقى الرجل اكتشف ايه شباب اكتشف اكتشف اماشن اماشن يعني سهوة نسي ايه بقى يا ترى نسي يثبت بضاعة في الفطور مع انه ارسل البضاعة غلط غلط واسبت واسبت عدد اقل من المرسل فده بيستدعي ارسال اشعار مدين عرفنا منين كلمة اماشن لوحدها مش كفاية اماشن يعني نسي ايوة وقلنا الاخطاء الخاصة بالسهوة او النسيان نوعين في جزء منهم خاص بالاشعار المدين وفي جزء منهم خاص بالاشعار الدائن لكن لما اقرأ الجملة اللي بعد كلمة اماشن هفهم كل حاجة كلمتين غاية في الاهمية كلمة سنت وكلمة دول بيخلوني اعرف ان ده طلب مني ايه طلب مني الاشعار المدين نومبر سافنتي سافن ديتد ديسمبر ثارتي فارست تونتي تونتي ماشي كده شباب ناخد سكيرين شوت تاني اللي الجزء الخاص بي خاص بي الجدول اللي فيه الفطورة اللي كان فيها الخطأ مع الاماونت واللي فيها الديبت نوت نومبر واللي فيها الديت ونبدأ نشوف الديبت نوت كالعادة في البداية هنحط السيلرز داتا كاملة اسم عنوان تليفون وفاكس وبرضو لو كان في الايميل تمام كده نشوفهم تاني البستان كومبيوتر كامباني ده اسم السيلر وان هندرد اند سيفن طلعت حرب ستريت كايرو ده العنوان بتاعي تليفون رقم التليفون فاكس ده رقم الفاكس والديت كان ديسمبر ثارتي فارست تونتي تونتي الديت كان موجود في التمرين وتاني ما فيش حاجة اسمها اكتب تاريخ النهاردة لان فيه اكتر من طالب سألني على الجزئية دي يا مستر لو ما فيش تاريخ اكتب تاريخ النهاردة لأ لازم اما يديني مستند في المادة الخاصة بالسكرتاريا باللغة الانجليزية لازم يديني تاريخ خاص بالمستند اللي انا بأصوره قدام حضراتكم بالوقت بعد كده بنخش المرسل الي اسم عنوان فقط هرية كايرو يبقى نفس الجزء اللي اتكلمنا عليه في المسال السابق بعد كده بعد كده بدون اي بيانات غير الاسم والعنوان فقط ما ننساش بعد اذنكم ننقل الجدول اللي في التمرين يا شباب كان فيه كان فيه سهوة او نسيان عبارة عن ايه بقى السهوة اللي حصل جودز سانت اند نوت ريكوردد يعني ايه جودز سانت اند نوت ريكوردد تاني بضاعة تم ارسلها ولم يتم تسجيلها ولا اثبتها بالفاتورة الفاتورة جيت بعتت ام تفكرني انفايس ننبر 501 الفاتورة رقم 501 ديتد كانت يوم كم ديسمبر 29 2020 ده تاريخ الفاتورة الخاطئة اللي كان فيها السهوة الخاص ب جودز سانت اند نوت ريكوردد هنفقط المبلغ بتاعنا المبلغ كان 750 اهو اهو شايفينو طيب يبقى هنا عندي املي 750 اهو 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 تمام كده شباب تمام كده احنا خلصنا الدبت نوت بالكامل تمام فيه بس ملحوظة عايزين مش نقولها عايزين نأكد عليها انا بأكد عليك الملحوظة اكتر من مرة لشانو انا بذاكر الكلام ده نستدعيه كده في الزاكرة ونبدأ نتعامل على اساسه دي بتنوت اشعار مدين الباقع بيبعثه للمشتري ليه؟ علشان يصحح خطأ تم في الفاتورة ونتج عنه نتج عنه ايه؟ نتج عنه المطالبة بمبلغ اقل من المطلوب وعرفته من ثلاث كلمات كلمة under charge كلمة under value كلمة omission لكن omission بس مش هتخليني اعرف نوع الاشعار طب اعرف منين نوع الاشعار يا مستر بعد ما لقي كلمة omission ابص عالكلمة اللي موجودة بعد كلمة omission هلاقي send not recorded send not recorded خلاص كده الاشعار المدين واضح وضوح الشمس ما حدش بعد كده يتلغبط في الاشعار المدين ما عنديش اي مشكلة كده في الاشعار المدين عرفنا مين بيبعثه عرفنا الاسباب اللي بتخليني ابعت اشعار مدين وعرفنا كمان طبعا الجزء الخاص بالlayout او وحلينا الطلبة الممتازين اللي حلوا التمرينين دول الحلقة السابقة يرجعوا اجابتهم هيلقوا ان شاء الله بأمر اللي هيلقوا نفسهم حلين التمرين بدون اي مشاكل ولو في اي حاجة انا اطلق بط فيها وانا بحل الوجب بتاعي ارجع ابص على الحل اللي تناولنا من لحظات ونبدأ نصحح الخطأ ولو في حاجة واقفة قداني او مش عارف ان انا استوعبها كويس ممكن الكومنتات بتاعتكم بأمر الله وهنجاوب عليكم في اقرب لحظة نخش على النوع التاني من الاشعارات الخاصة بالتسوية اللي هو الكريدت نوت الكريدت نوت هو الاشعار الدائن الاشعار الدائن لو انا فهمت الاشعار المدين كويس الاشعار الدائن عكسه تماما في كل الاسباب اللي تم ارسال الاشعار المدين بسببها الاسباب العكسية لها بالزبط هي اللي هتخليني ابعت اشعار دائن الاشعار المدين كان البائع بعته للمشتري علشان في خطأ نتج عنه مطالبته بمبلغ اقل من المطلوب ازا الاشعار الدائن هيبعته البائع للمشتري في حالة حدوث خطأ ينتج عنه ها خطأ تمت المطالبة به بمبلغ اكبر من اللازم يبقى انا هنا هعالج خطأ بالزيادة مش خطأ بالنقص خطأ بالزيادة واتفقنا ان الاشعارين سواء المدين او الدائن سنت باي سيلر تو باير سواء الاشعار المدين او الاشعار الدائن هيبعتهم البائع المشتري ما بيبعتش اشعارات اتمنى ان الكلام ده ما ننسهوش نبص على الكريديت نوت نومبر تو ذا كريديت نوت كالعادة اول حاجة عايزها هي الديفينيشن الديفينيشن التعريف بتاع الكريديت نوت خدناه في الحلقة السابقة لكن ضمن سياق الحديث عن الاشعارات بنتكلم عنها بالكامل علشان نستوفي الموضوع بدون اي مشكلة ما تحصل لحد فينا وهو بيتابع الحلقة تاني الديفينيشن بتاع الكريديت نوت هو اشعار او رسالة هو اشعار لتصحيح لتصحيح يعني زيادة يبقى هنا الخطأ خطأ بالايه خطأ بالزيادة الخطأ هنا خطأ بالزيادة في الفطورة يبقى الكريديت نوت برضو لكن السبب اختلف هنا كنت بصحح توكوركت دي كريس ارور هنا بصحح ان كريس ارور مش نبدأ نبص على ذامين ريزونس آر سندي ذا كريديت نوت ريزونس اسباب اسباب ارسال الاشعار الدائن ايه هي الاسباب اللي هتخلي البائع يبعت اشعار دائن نبص تان هناك كان في الاشعار المدين لكن في الاشعار الدائن الاشعار مبلغ المبلغ اللي تم اثباته اكبر من المبلغ اللي تمت الموافقة عليه واللي كان مرسل في رسالة التسعيد يبقى ايه هو الاوفر تشارج انت حسبتاني على سعر البضاعة اعلى من المبلغ المتفق عليه سبب التاني ان اوفر فاليو اوفر فاليو يعني التوتل بقى دايما الفاليو بتبقى ليها علاقة بالتوتل كالكوليتد والتوتل اكتول مينز ذا توتل كالكوليتد مبلغ الاجمال اللي تم حسابه حسابه فين في الفطورة اكبر من ذا توتل اكتول المبلغ الاجمالي الحقيقي الفعلي ده بالنسبة ليه الوفر و الوفر الفاليو الاتنين ليهم عكس في الاشعار المدين كان و لكن دلوقتي فيه وفي اوفر اكبر او ازيد سبب التالت الله يا مستر الله ده ان تاني ما ده اللي حذرنا منه من شوية ان فيه اماشن في الاشعار المدين في اماشن في الاشعار الدائن لكن لازم ابص على الكلمة اللي بعد كلمة اماشن عشان اعرف ده اشعار مدين ولا اشعار دائن هلغي الكلمة دي شوية واسألك فاكر الاماشن اللي كان في الاشعار المدين ايوة يا مستر فكروا كان ايه لهم مشون اللي كان في الاشعار المدين كان يا مستر سانت نوت ريكوردد ايوة كان سانت نوت ريكوردد لكن دلوقتي ها لا دلوقتي نبص كده هنا العكس هنا العكس بيقول ايه بقى يا استاذ بيقول جود ريكوردد اند نوت سانت طب هناك كان ايه سانت نوت ريكوردد هنا العكس ريكوردد نوت سانت ياريت ما لاقيش حد عنده مشكلة في الجزء ده خالص يا شباب بعد اذنكم جزء مهم جدا في الاشعارات ممكن يدغلطني او يتوهني وانا بعمل الاشعار وماقدرش حد بنوعه وبالذات لو جالي الاماشن جودز ريكوردد اند نوت سانت بضاعة سجلت ولم ترسل يعني ايه سجلت ولم ترسل يعني انا كتبتلك البضاعة جوه الفطورة وبعدتلك عدد اقل من المثبت تمام ها تمام كده يعني انا عملت ايه دلوقتي انا دلوقتي اثبت عشر اجهزة وبعدتلك تمانية طب ما انا كده علي دين يبقى كده انا حسبتلك مبلغ اكتر من المبلغ الحقيقي لان حسبتك على عشر اجهزة وبعدتلك تمانية فقط يبقى كده المشتري ليه عندنا فلوس فرق المبلغين اللي انا حسبته عليه والمبلغ اللي اه اه طبعا اه اه مطلوب منه اذا نخلي بالنا تاني جودز ريكوردد سجلت البضاعة في الفطورة نوت سانت ما بعدتهاش وبالتالي ده اشعار دائم ايه كمان تريد ديس كاونت is a method الله يعني يا مستر يعني الخصم التجاري تم حزفه تم السهوة عنه نسيت اسجل الخصم التجاري ما حطتش الخصم التجاري جوه الفطورة انا ليه خصمه ونسيت اسجله عند اه 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 المشتري المشتري ليه خصم عندي خصم تجاري وانسيت احطله الخصم داخل الفطورة وحسبته على المبلغ كامل تم انا كده خدت منه او طالبته بمبلغ اكبر من المطلوب ايوا عشان كده ببعت له اشعار دائم في سبب رابع وده بقى مش موجود بديل ليه في الاشعار المديل يعني التلات اسباب اللي فاتوا كان في مقابل ليهم في الاشعار المدين سبب الرابع ملوش اي مقابل لي او اي سبب مقابل لي في الاشعار المدين ايه هو السبب الرابع جودز ريتارند باي ذا باير جودز ريتارند بضاعة تم ردها من قبل المشتري يبقى المشتري لو بعت لبضاعة على سبيل الرد انه هو عايز يرجع لي البضاعة دي ده هيستدعي ارسال اشعار دائم وملهاش بديل وملهاش شبيه وهي فقط اللي بتميز الاشعار الدائم ومفيهاش اي لبس مع حاجة تانية خاصة بالاشعار المدين جودز ريتارند باي ذا باير بضاعة تم ردها من قبل المشتري يبقى ده الاشعار الدائم نبص على اللي 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 هو الشكل الاساسي للاشعار الدائم هو مش هيفرق كتير عن الاشعار المدين لكن لازم اخلي بالي كويس من الاسباب الخاصة بارسال الاشعارات سواء الاشعار المدين او الاشعار الدائم اول حاجة هابدأ بيها سالرز نيم اسم البائع عنوان كمان بتاعه هيتم اثباته في بداية المستند تليفون فاكس جي بياناته الاساسية رقم التليفون ورقم الفاكس ايه كمان الديت بنجيبه منين الديت تاني الديت هيبقى موجود في التمرين عند كلمة المطلوب بعد كده بنحط رقم الاشعار الدائم رقم الاشعار وده هيبقى موجود في التمرين بامر الله بايرز نيم ده اسم المشتري ادرس اند تاون العنوان بتاعه كمان ويه المحافظة يبقى تاني الاشعار الدائم شبه الاشعار المدين في الجزء اللي ابتدينا بيه في المستند بتاعي في الكريدت نوت lay out نفس الكلام يا دوبك اتغير فقط ان هنا كريدت نوت بدلا من ديبت نوت هنا كريدت نوت بدلا من ديبت نوت الديسكريبشن الوصف اللي خلاني ابعت اشعار دائن ايه بقى اللي خلاني ابعت اشعار دائن اربع حاجات يمكن احنا المكان ما اسعفناش نحط فيه اللي اربع حاجات لكن هنقولهم تاني عشان نذكركم بيهم والان حد فاكر الاميشن الاميشن كانوا كام حاجة كانوا حاجتين ايه هم الحاجتين اه ها كانت نوت نوت ايه بقى هو فيه نوت يا اما نوت ريكوردد يا اما نوت سند لا هنا نوت سند لكن ريكوردد ريكوردد نوت سند ماشي ايه كمان تريد ديسكاونت ايز اماتد تم حزف الخاص التجاري ده بالنسبة للاميشن الخاص بالكريدت نوت ماشي ماشي يا مستر في واحدة مش موجودة قدام عينينا اه ايه هي جودز ريتارند البضاعة اللي تم رضاها من قبل المشتري بتتسبب في ارسال اشعار دائن هنفقط المبلغ عند كلمة ااملي ااملي وهنفقط المبلغ بتاعنا كالعادة زي ما احنا متعودين في الانفويس وفي النوت سواء الديبت نوت او الكريدت نوت نبص على الاجزامبل الاجزامبل لديك البيانات الاتية او الحاجة مجيني السيلر مين هو السيلر البائع يا مستر السيلر محمد شلبي كورنيش ستريت الكس مجيني التليفون نمبر مجيني الفاكس نمبر التاني الشخص اللي موجود معايا في نفس التمرين هو الباير باير اللي هو المشتري المشتري ايجيبشن باوند ايجيبشن باوند ايجيبشن كامباني سيكس الرمل ستريت اليكس مجيني تليفون مجيني فاكس بعد كده بيقول لي السيلر انتشاكن جهز انفايس ديسكافر دا فولوين لقى ايه اوفر فاليو كامل مبلغ سيكس هندرد ايجيبشن باوند كريدت نوت نومبر ايتي سافن ديت اكتوبر تولف تونتي تونتي نبص بصرة على شكل الكريدت نوت حطينا سيلرز نيم اسمه عنوانه تليفون وفاكس الديت كان اكتوبر تولف تونتي تونتي رقم الكريدت نوت ايتي سافن واجي بيانات الباير او المشتري بعد كده عندي ننقل الجدول اللي كان في التمرين بالزب ننقل 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 ونسبت المبلغ نزل نفس المبلغ تاني وهنفقط المبلغ بتاعنا طيب دي كانت اخر حاجة تناولناها النهاردة كده تناولنا اشعارات التسوية بالكامل بالكامل بالتفصيل سواء او والليه الخاص بالدبت والكريدت بأمر الله هيجي لي واحد منهم في الامتحان نشوفكم في حلقات قادمة بأمر الله مع مراجعات تلة الامتحان والسلام وعلا